اشتركوا في القناة منها مطشات رسمية زي مثلا مطش ليبيا في تصفيات كاس العالم خارج الارض قدم عرض قوي قدم عرض مميز وكسب بثلاث اهداف قدم مباراة قوية كمان قدام السودان في نفس البطولة اللي لعبنا فيها قدام الجزائر وقدمنا عرض قوي جدا فوزنا فيه بخمس اهداف لكن الحقيقة وان كان الحقيقة المباراة انتهت بالتعادل لكن الحقيقة بشوفها واحدة من اقوى ان لم تكن بالفعل اقوى مباراة لمنتخب مصر على مدار فترات طويلة جدا مش فاكر امتى ظهرنا بالروح دي وبالشخصية دي وبالاداء ده في الملعب تحيي الكل نجومنا الحقيقة يعني هو بداية لما جال عن انتقادات في ظروف زي دي متقدرش تنتقد رغم انه ممكن يكون في بعض الحاجات اللي محتاجين نتكلم فيها لكن الحقيقة يمكن اهم مكسب قبل ما يكون الصدارة وقبل ما يكون انه المنتخب بيكشر عن انيابه بالشكل ده ويقول انا جاي فعلا انفس على البطولة انا بتهيالي انه اهم مكسب انبارح هي عودة الروح ونتمنى نتمنى نتمنى الاداء ده والاداء ده والروح دي لو ظهرت في منتخب مصر محدش هيكلمكم ابدا عنتي والاداء ده والروح دي لو ظهرت في منتشاط منتخب مصر ثق تمام انك انت تقدر سيكونت بقى بتكلم على الخمسة الكبار في افريقيا ولا يفرق معانا يعني لما يكتمل سكواد المنتخب المصري بالكامل وتخد بطولة امم افريقيا ان شاء الله يقدر ميستر كارلوس كيلوش كمان يطبع ويفهم طبيعة اللعيبة وطبيعة القماشة اللي معاه اعتقد ان احنا ممكن نبقى في حتة تانية قبل مواجهتين اللي هيتلعبوا في مارس ان شاء الله في كاس العالم تحية لكل رجالتنا مبارح حمدي فتحي ولا اروح راجل من ظهر راجل ولد الحقيقة اقدم مباراة كبيرة جدا السلية اكرم توفيق الونش مصطفى فتحي حسين فيصل مش عايز انسى حد الحقيقة وان كنت يمكن كنت اتمنى الحقيقة انه بداية من التشكيل يبقى يلحد ما يعني طبعا الرجل هو اللي اضرى وهو اللي اعلم وهو اللي اقرب من الوضع على الارض عارف قدرات لعيبته وعارف مين فت مين مش فت عارف مين جاهز مين مش جاهز عارف وقاري المنافس كويس جدا فبتالي عارف مين اللعيبة اللي ممكن تصلح للمواجهة لكن انا اعتقد انه بداية التشكيل مبارح اغلب الناس شوية ما كانتش راضي عنها والتغييرات او التبديلات يعني وتوقيتاتها برضو الى حد ما كانت ممكن تفرق معنا لكن في جميع الاحوال راضيين جدا جدا وتقدر تقول العلامة شبه الكاملة مش هقول كاملة طبعا لانه الكاملة كانت في حالة تحقيق فوز لكن الاداء كان ممتع الروح كانت حضرة وده الحقيقة طمن المصريين بشكل كبير جدا على منتخبهم